السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دوسامودي هالنهر ان شاء الله نتكلموا على واحد اخطاء ديال التربية ديال الانانيب انا في حقيقة حاولت انني للخصها لكم في واحد عشرة ديال الاخطاء يعني كي المربي اللي كيجيروا واحد اخطاء و يعني هي شائعة بين الناس ولكن انا حاولت انني نقول لكم هاد الاخطاء هادو باش نطيحوش فيها تنتم يعني بالنسبة لا المبتدئين لا الناس اللي محترفين قدروي يتومي ياخدوا واحد النقاط منه من هالفيديو انهم هديك نقاط شائعة بالناس في تربية الانانيب اول خطاء هو عدم اعطاء تحصين او التطعيم شحان واحد يقول لك لانا راني عايشين عندي الانانيب بغيها كاك راني مكان فيهم لد ولا ولا كنا متأكدين ان هاد الشائعة رها خاطة ميافنية ان كاينين امراض موسمية اللي لا بد ما كنجي الانانيب و خصنا نطعمو الانانيب ديالنا و نحصنوه نديرو التحصين هاد تحصين راه كالانسان الانسان كلنا راح نضار بين الجلبة اي واحد راح نضار بالجلبة هادك الجلبة رها عبارة عن تحصين من واحد الامراض اللي كتكون ليسر كتجي من واحد الوقت الوقت التاني حاجة وهي اعطاء الجرعات اكثر في الدواء شحاب موعد كيمشيش الفيتامين مثلا ويقول اه باش يكونوا مزيانين نعطيهم مثلا جوجم عالق في فريترو معليش باش يزيدو مازال يكبرو مازال مازال هادي سياء خاطئة كين اللي كي بغي يضرب اللي يبرى و كي يحاول يزيد كتر في الجرعة هادك الجرعات يلزلت فيهم ركاد دواء الدواء توا راه ناشي يلزل الكمية انها تبرد غير كمية اللي معطات هي اللي يخصك تديرها ثالث حاجة وهي النظافة شحاب موحد كيهمل النظافة هذي دي ما كان اضرب عليها في الفيديو ديالي دي ما يبغيتو الاراني بدي لكم يكونوا مزيانين وهي تكونوا منقين مزيان الكاج مرة مرة الميتبدل مرة مرة ذلك الزنكات تحتانية تغسل لي ما لا وحد نهار تشمشو تلك شي كامل بدي لون فوحد الخنشة الاراني بدي لكم و تغسلوا الكاج كامل يعني من واحد تلت شهور ولا ماشي مشكل زيان حتى هي رابعة حاجة وهي إعطاء الماء للأرانيب كين الناس اللي كيقول لك حقا وذي فكرة شائعة عامة بين البدو كيقول لك الله ما كان عطيهش حنا يجعل الأرانيب دينا الماء وهي في الحقيقة راه ماشي 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 الأرانيب ما كيشربوش المارة وما عايشين ما يمكنش مني بحث في هذا الموضوع لقيت أن هاد الناس اللي كيكونوا دايرين هاد الفكرة هادي كيكونوا مدينش ليكاج أول حاجة يكونوا دايرينهم غي في الأرض يعني كي يحفروا مساكن هادوك الأرانيب كيحفروا وكي مشوا يقلبوا على شي شي مصدر ماء وكيشربوا منه أو كينا وحدا فراء أن الأرانيب يعني اللي عايشين في ليكاج حنا كسموكا عطيهم كعطيهم السيكالين حويج الناشفة يعني ما فيهمش الماء وهما كيعطيهم واحد النبات أخضر كي يصنب طوما واحد شوية ديال الماء ودك الماء كيكون كين في النبات كي يعيشهم صافرها وحلي رام شربي الماء ولكن هادي راها فكرة خاطئة أهم فيها بس عطي الأرانيب واحد طويصة ديال الماء وتقاتلها مره 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 أو يجعلنا من الماء كل شيء حي أي حاجة كائن را يشرب الماء كيفاش الطريقة كل وحد عطيه سيد ربيك فاش كيكا نبس راتي ايه كتشرب الماء ممكنش تعيش بدون ماء ايه كينوح القادية أخرى ديال ايه وهي في حق غريبة انا هدي هدي يالله يالله جاتني فكرة شائعة في هذه البلاد بعد اللي احنا فيها ويقال لك يعطيه الأرانب الحبوب منع الحمل يعني عاديرها هدرها بمفتفى ديامات وقعت الناس كلهم كيمشيوا هذا الحبوب منع الحمل ديال البشر ديال المرأة اللي كتستعمل الادوية وهما باش كيربحوا كتر كيمشوا ياخدوها من السبيطار وكيبقوا يعطيوها كيدلو ديال الحبيبة كيدلوها معلمة كيدلوها لها معلمة ويا خاطئة مئة بالمئة وحبوب الحمل لا يعني ما كتموت بشيء صيلة للانب انا حاولت نديرها في الفيديو خصيصا لدى النقطة لان نراها فكرة شاعة فالليامات وراها خاطئة مئة بالمئة كينة أو تاني حقه جوج نقاط القرية ديال الشمس الكاج مرة مرة يتشمش في الارانيم ولكن مشي توجيه اشيعة الشمس مباشرة لجسم الارانيم لا هذا فكرة خاطئة كينا وحده اخرى اخرى توجيه التيارات الهوائية مباشرة نضيروا شي فرفرة ونضيرها مباشرة كتضرب الانيب نقوله بالليار غتبردهم ايما الشي غتتبردهم غدي الساعة غدي يمرضوا بالزكام وغدي يمرضوا بشي امراض اللي انتم ما افغين عنها يعني ديما الفرفرة تكون معلية الفوق او الكوروندار يعني تكون كتضرب في واحد جهة يعني تتمص من جهة الشرجم ولا واتضربش في الوسط دي الانيب تضرب في واحد القنط ويدور البرد ويخرج من جهة اخرى او الفرفارات اللي كيكونوا كيدورو تهمهم زيانين الفرفارات اللي كيكونوا فيهم ديك واحد الرياشة كتقد ترش عليهم البرد تهادوك افضل قعب اذا التيارات الهوائية ميكونوش مباشرة مع جسم الارنام كين فصل الصيف النقطة اخرى وهي فصل الصيف كين اللي كيقول اه هم امسا كنرا هم كين هتوب الزاف هادي نشد الماء بارد ونعطيه لهم مباشرة هادوك يتوادعوا معهم لانا المعداد ديالهم كتنا كتستحملش وشحال مواحد مشالول الارنام بهذا القادية دي انه كيعطي المياه باردة للارانيب الارانيب خص يكون الماء في الحقيقة انا اضعت في هذا الموضوع في واحد الفيديو السابق خص يكون ملائم للغرفة يعني اما المزرعة او الغرفة اللي انت اما فيها او السطح او خص يكون ملائم ما يكونش بارد بزاف او سخون بزاف لا يكون مؤتاديل اراقبوه مرة مرة يكون يعني عادي ما عادي اللي كان شربو منه احنا تاهم ما يشربو منه غيم يكونش مغلاسي وتعطيونا هادو هادو نقطة كين واحد القادية كين ناس اللي ديرين الارانيب هما مبغينش يصرفو عليهم احترية بسمو كيديرو كيمشو جمعو الخضراء التالفة الضائعة يعني من الازبال وكيعطيوهم هادو 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 نقطة لقيتها فوحد فوحد الحيادنا هنا ياه موشكيه كيمشو يجمعو الزبل حشاكم يعني كي يجمعو من 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 البوبيل وكي يعطيو لهم بالزعمة يقتاصدهم وهي ذاكرة ماشي اقتصادة ذاكرة راه تعفون ويقدر الارنب يموت و هادو الشي اللي كي يعطيو لهم راه كيكون كابر بوحد طريقة ماشية هاديك موهمة لا حوله القوة إلا بالله كين فكرة اخرى وثاني هادو البابيون راه بغي خرج كين فكرة اخرى وثاني وهي الاخيرة وهي اللي مهمة في الارنب كاملين تصر بيدي الارنب وهي من كفشفوش الارنب دينا على شي واحد غريب ولو يكون هاداك الغريب مزيان يعني وخيكون صالح ولا يعني مكي مكيشوش فين بوحد شوفها خيبة ولكن حاولوا انكم الارنب دياركم متوريهمش للناس وخيكون الجار وخيكون الاهل دار الاهل ديار دياركم راهوا معايشين معهم هما راه هم حساسة هاد الارنب كيحسوا بزاف يلا مشوا شافو غي واحد الواحد غريب كيبقى كمش في واحد الجيهة تلغد ليه كيبقوا يموت واحد مور واحد علاش لانا ركب وريتي الارنب ديالك الواحد الشخص غريب هما معمروا بما شافوه كيخافوا هاد الارنب بحال من دايره في الحقيقة اني لا بغيت ندير واحد تشبيه يعني باش الموضوع هادا اني لصقوا المشاهد في الداكلة ديالهم ما يقدرش يحايل منها هاد الموضوع ديال الارنب تربيه الارنب ديال بحال واحد شمعة شاعلة هاد الشمعة هاد الشمعة يلا مشيتي توجهتها للريح كتفى يلا مشيتي بقيت ديما ديالها واحد الكوفير من هنا ومن هنا ومن هنا واخر يلا يديك لم يديك عليها انها ما غادش تطفى مشروع الحمد لله قال اللي دارو نجح فيه واخر المصاعب ديال الول انسانك يكون شعارة فوخة إلا صبرتي في هاد المشروع كون متأكد انه على الاقل غادي يكون عندك كتفى ذاتي المنزل ديالك من الحمد ما غا تقعوش شريو للحمد هادي متأكد منه ولا صبرتو وطورتو المشروع وكتزيدو تطورو وطورو وديرو بياليالك المشروع انتم ماشي للربح غير تطور غير تطور طور طور ما غادي يتلقى عندك واحد القاطيع ديال الارينيب اللي ما غاديش ما غاديش تقدر قاع تقابله خاص خدام خور باش يقابل معك كونوا متأكدين انه تلقى ديالك اذا مشاريع زوينا على هاد الشكل هاد المشروع هاده حسن من من المواشي وحشن من الدواجين لاننا كل شهر تقدر تلقى خلفه جديد ولو ما تكونش من نفس الام ولكن إذا عندك واحد ثمانية الامهات ولستة الامهات كل شهر عندك خلفه جديده او جوج خلفه او ثلاثة او كين الناس اللي يكونوا متمكنين يقولوا عندهم يعني اربعات الخلفات خمسات الخلفات في الشهر وهي غي قفص صغير وهو عرف كيفش يخدم وكيفش يبحث وعرف كيفش ناضي يخدم يعني مثل النظافة ذاك شي متول ومقاد وعطاهم الوقت را واحد النهار كونوا متأكدين إذا تبعتوا التوجيهات ديال الفيديويات الحمد لله ديوتيبر عاطينا واحد الكنز يعني انتم تتواصلوا المعلومة بسيطاتش حالذي مكانش عندنا المعلومة كتوصل عندهم كل شي دبال المعلومات واصلين يعني حاولوا انكم ديروا المشاريع داروا على الشمعة ديالكم باش ما تتفاش موضوع ديالنسالة هاد الاخطاء انا حاولت نوضحها لكم باش اي واحد عندو شي خطأ من هاد الاخطاء هدي وهي شائعة نقول لكم ان انا نسووا الناس بحثوا هدي هاد الاخطاء را الناس كي ديروه يعني لقيتو شي خطأ من هذا الاخطاء حاولوا انكم تدركوه را هاد شي يعني تجربت هذه الاخطاء ويعني بحثت فيها مزيان حاد حاولت اننا ندوونها الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا شاركوا معنا دعمونا بزير جيم واتخيو على الجرس كي يصلكم جديد يلي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة واشترككم بركة رمضان كريم إلى اللقاء